ومن رسائل الحج أيضاً رسالة لا نفرق بين أحد من رسله نحن أمة الوحدة ولسنا أمة التفرقة لو قرأنا الآن في الكتب المحرفة لليهود وللنصارى ولغيرهم تجدون أن هذه الكتب تطعن بمن سواها أما نحن فإذا ذكرنا أنبياء النصارى كعيسى ويحيا وزكريا ذكرناهم بالتعظيم والإجلال والإحترام والمحبة والتكريم حتى أن المسلم لا يقبل منه إيمانه ولا إسلامه إلا أن يوقرهم ويعظمهم فالمسلم إذا أعلن عدم حبه لعيسى أو لزكريا أو ليحيا أو لأي نبي من الأنبياء حكم عليه شرعا بأنه كافر مرتد تجب محبتهم ويجب إجلالهم ويجب تقديرهم صلوات ربي وسلامه عليهم وإذا جئنا إلى أنبياء بني إسرائيل اعتبارا من إسرائيل نفسه الذي وسيدنا عقوب عليه السلام ثم إلى يوسف وانتهاءا بموسى وهارون وداود وسليمان كذلك نعاملهم بأننا لا نفرق بين أحد من رسله احترامهم وإجلالهم وتوقيرهم ومحبتهم فرض في الشريعة لا يستقيم إيمان المرء بغيرها ستقولون ما علاقة الحج بقضية لا نفرق بين أحد من رسله من الذي بنى الكعبة ومن أول من طاف فيها أول من بناها وطاف فيها هو سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل فهما أول من طاف بالبيت العتيق فعندما نطوف نحن فإنما نقلدهم بذلك ونقتدي بهم وأول من سعى بين الصفة والمروة هاجر عليه السلام أم إسماعيل زوج إبراهيم عليها وعليهم الصلاة والسلام فنحن لما نسعى بين الصفة والمروة فإنما نقلد السيد هاجر وأول من رجم المراجم كذلك رجم الشيطان هو سيدنا إبراهيم عليه السلام وكذلك أغلب الأنبياء طافوا وحجوا بالبيت العتيق فنحن بهذا نبعث رسالة بأننا لا نفرق بين أحد من رسله نقتدي بإبراهيم وإسماعيل فنطوف ونقبل الحجر ونقتدي بهاجر فنسعى بين الصفة والمروة وهكذا فهي رسالة عظيمة رسالة الخاتمية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء ولم يعاد الأنبياء تجدون في الكتب المحرفة عند اليهود يسبون ويجتمون سيدنا المسيح وزكريا ويحيا بحجة أنهم ليسوا ناسا صالحين وأنهم مدعون أرادوا أن يأخذوا النبوة من يعني أن يغيروا منهج التوراة وإلى آخره وهكذا تجدون في الإنجيل المحرف الآن الذي يتبعه النصارى نكران نبوة سليمان عليه السلام ويزعمون بأنه كان مجرد ملك ونكران نبوة يحيا ويقولون أنه أنه المعمدان يعني رتبة من مراتب القسيسية وإنكار نبوة إسماعيل عليه السلام ويقولون عنه القديس إشمايل يصفونهم بصفات حسنة لكنهم ينفون عنهم النبوة أما نحن فنحن الأمة الخاتمة التي لا تفرق بين أحدهم الرسله